البعض يسألوا يقول أين كوريا أنه كوريا فيهم زعيمها كوريا الشمالية طبعا يعني كوريا الشمالية دكتور محمد وفق المعادلة هي في المعسكر الصيني الروسي ولا يمكن أن تتحرك إلا وفقا لهذه التراتبية ولا أعتقد يعني أن الكوريا الشمالية صدعا يكون مؤثر في المعادلة لكن يقدر يد إسلاح الحد يقدر يبيع السلاح وما يقدرش يبيع السلاح برضه إلا بتوفاهمات وتوفاقات روسية الصينية لأنهم الذين يوفرون له مظلة الحماية لا تعتقد أن الأمريكان أو الغرب لا يهاجم كوريا الشمالية لأنه يخشى من سواريخ كيم كونجو النووية هم لا يهاجموها لأنه تحت الحماية الروسية والصينية أعتقد يمكن كان فيه أخبار كتير يعني قرأت على بعض المنصات الدولية تقول من أين وصلت الأسليحة الكورية الشمالية إلى المقاومة الفلسطينية وهذا ما يصنع حالة جنون وارتباك في الداخل الإسرائيلي لكن أعتقد أن كوريا الشمالية من زمن دورها مفهوم هي منصة إمداد للسلاح للدول القريبة من الحلف الروسي الصيني بما لا يوقع روسيا أو الصين تحت ضائلة العقوبات مفهوم طالما أنها بالتالي حصل عليها عقوبات غربية فيمكن أن تمد أي حد بالسلاح العدو لا يسمح بدخول وقود أبدا ضمن المساعدات المقدمة هل ترى أن التعامل مع ملف المساعدات في الأيام المقبلة ربما سيتغير؟ لا بد أن تدخل مساعدات وإلا جميعنا حكمنا بالموت على الاثنين وثلاثة من عشر مليون بناءاتهم يعني يندخل مساعدات يموت وإيه الحل؟ إذا كان الإسرائيلي متعكم بالكهرباء والماء والغاز ويقصف حمما بركانية من الجو ومن البحر ما إذا تبقى لهؤلاء أن يعيشوا عليه لا بد أن تدخل المساعدات بلا شك وكل أنواعهم البعض أتحدث عن استخدام العدو للفسفور الأبيض وبعض المواد والأسلحة لذلك اللي نعرفه يا دكتور نعم نعم صحيح هذا معرفنا نهيك عن ذلك استهداف المدنيين أو تعمد استهداف المدنيين واستهداف الأطفال واستهداف المستشفيات هذا من ضمن جرائم الحرب البعض أتحدث أنه بالإمكان وبالمناسبة في مطلع نوفمبر هناك اتماع بالأردن فيما يخص المحامين العرب لمقادات قادة العدو والضغط عليه إقليميا ضمن المحاكمة الدولية وغير ذلك هل هذا يجدي نفعا؟ أمور مهمة دكتور محمد نحن لما بنقول أن الإسرائيلي همجي ووحشي ولا يلتزم بقوانين أو قواعد لابد لهذا أيضا من أسانيد كندا قانونية أو سياسية إذن الموضوع لا يعني أن توني ضغط دولي وأنا أعلم أن هذا دور عظيم ليس بالهيئة لكنه لن يصل بالمرحلة أن تصدر أحكام ستطبق مثلا على هؤلاء القدر مستقبلا هذا أمر من الصعب دكتور محمد يمكن حاك تعرف يمكن السادة المشاهدين عارفين أن الغرب وخصوصا أمريكا تتعامل مع إسرائيل على أنها حاملة طائرات ثابتة لهم هي قطعة منهم تدافع عنهم في طليعة في منطقة الشرق الأوسط نعم لما خرج الاستعمار كان لابد أن يترك طليعة استعمارية تمنع توحد مصر والشام فجعل إسرائيل في المنتصف ومن ثم أيضا هي يمكن أن أداة الغرب الرئيسة في اللعب مع المنطقة وهي ورقتهم الرئيسة لذلك لن يقبلوا شكوى فيها سلحوها بالقنابة الحديثة سلحوها بالقنابة النووية كل قرار في الأمم المتحدة يدين إسرائيل يكون هناك فيتر أمد الحرب سيطول؟ سيطول أمد الحرب بلا شكة بطرحة ربما شهور؟ ربما شهور ربما يمتد إلى العام شكرا للمشاهدة